استقبر حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا في قصر الصخير هذا اليوم مع السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى حوار المنامة ورحب جلالته بالوزير الضيف معربا عن اعتزاز المملكة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية اليابانية وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة الصعود بفضل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة كما بحث جلالة العاهل المفدة مع وزير الخارجي الياباني أهم القضايا المطروحة في منتدى حوار المنامة بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية مشيدا جلالته بالدور الرائد الذي تطلع به اليابان على الصعيد الأسيوي وإسهاماتها الإيجابية في خدمة قضايا الأمن والاستقرار على المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر